السلام عليكم كل سنة وإنتوا طيبين خلينا رحب بكم ورحب أيضا بالشيوخ وأهلنا من قبائل سينة اللي موجودين معنا النهاردة ومن خلالهم ومن خلالكم بقول لكل المصرين كل سنة وإنتوا طيبين وكمان بقى يعني بقى بقى رسالة مهمة قوي إن الوقت الصعب والظروف الأسية والتطحيات الكبيرة اللي مصر قدمتها الحمد لله رب العالمين كانت في مكانها وحققت أهدافها بس إحنا مش حايزين ننسى أبدا في يوم زي ده وإحنا موجودين كنا موجودين مع بعض هنا وسط التضحيات اللي بنون عليها وسط النجاح اللي تحقق إحنا اسمحوا لي إننا نطلب منكم جميعا يعني إحنا نقف ديها إكراما وعرفانا واعتزازا بروح شهدائنا اللي سقطوا هنا من أجل أمن وأمان مصر وسينة طبعا كان مهم هو إننا نقول إننا مش حننسى أبدا التمن الكبير اللي دفع من أرواح ومن دماء شهدائنا وأيضا من المصابين اللي سقطوا ويمكن دي بداية الكلام اللي أنا بقوله قبل من نتكلم في أي حاجة تانية لأن ده تمن الأمن والأمان والاستقرار زي ما قلت كده لكل مصر وأيضا لأمن وأمان سينة اللي رجعت مرة تانية كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الأشرار اللي كانوا موجودين هنا اللي هما تقريبا عادنا نقاتلهم عشر سنين